أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدر حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بمالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدر دخل الجنة وأبيه إن صدر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسيان حدثني عبد الرحمن بن خلان بن أبي ربيع عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق وصلى بي العفر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الطائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفى وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الطائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العفر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الطائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين حدثنا محمد بن سلمة المراذي حدثنا ابن وفب عن أسامة بن زيد ليسين أن ابن شهاب أصبر أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن جبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبر محمد صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر أعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحثوا بأطابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظفر حين تزود الشمس وربما أخرها حين يشتج الحر ورأيته يصلي العفرة والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفر فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويخلي المغرب حين تسقط الشمس ويخلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع عنها وصلى الصبح مرة زغلة ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاةه بعد ذلك التغليل حتى ما ولم يعج إلى أن يستر قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروا وكذلك أيضا رواه شام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحاب إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا ورواه ابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب في نغابة الشمس يعني من الغد وقتا واحدا قال أبو داود وكذلك روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى أبي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا وكذلك روى عن عبد الله بن عمر بن العاط من حديث حسان المعطية عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بجر بن عطمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر في نذالة الشمس حتى قال القائل انقصر النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام العطرة والشمس بيضاء مرتفعة فأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس فأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفر فلما كان من الغد صلى الفجر وانصر فقلنا طلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العطرة الذي كان قبله وصلى العطرة وقد اضطرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفر وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطر وكذلك روى ابن بريدة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا عبيد الله بن معان حدثنا شعبة عن قتاد سمع أبا أيوه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العطر ووقت العطر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفر ووقت العشاء إلى نف الليل ووقت ثلاث الفجر ما لم تضع الشمس حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعب بن إبراهيم عن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعطر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلث حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برد فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العطر وإن أحدنا ليذهب إلى أطقى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب كان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جريثه الذي كان يعرفه كان يقرأ فيها من الستين إلى المئة حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمر عن سعيد بن الحارث الأنطري عن جابر بن عبدالله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سآخر قبضة من الحفى لتبرد كيف أضعوها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحفى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارف عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبدالله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الششاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذرا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيأكلون ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد السقفي أن ليس حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال ابن موهب بالصلاة إن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جادر بن سورة أن بلالا كان يؤذن الظهر إلى ضحبة الشمس حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل العفر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الداهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الظهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال وأحتبه قال أو أربعة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن حيثمة قال حياتها أن تجد حرها حدثنا القعنبي قال رأت على مارك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل العفر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان يؤثر العطر ما دامت الشمس بيضاء مقية حدثنا عثمان بن أبي شيب حدثنا يحيى بن جكري بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشان بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبثونا عن صلاة الوسطى صلاة العطر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعطاء بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكلب لها مصحفة وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العطر وقوموا لله قانتين ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنة حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمر بن أبي حكيم قال تمات الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبيب عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين حدثنا الحسن بن الربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنث ابن مالك بعد ظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا صرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العقف فكأنما وطر أسله وماله قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر وطر ثلث على أيوب فيه وقال زهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطر حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمر يعني العزعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صقا حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصل المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبته حدثنا عمر بن عبي عن خفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبي عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صل المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبه حدثنا عبي حدث الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازية وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة فقال شغلنا قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك المجوم حدثنا مفزد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافة عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعد فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك فقال حين فرج تنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لفليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذنة فأقام الصلاة حدثنا حدثنا عمر بن عثمان الحنسي حدثنا أبي حدثنا حبيث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتم فأخر حتى ظن الضال أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قال قال لهم أعكموا بهذه الصلاة فإنكم قد قد قدرتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا زاود بن أبي هند عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتم فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال هدوا مقاعبكم فأخذنا مقاعبنا فقال إن الناس فطلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة من طغرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم الثقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينفرح النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب حدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم ابن عمر ابن قتاذة ابن النعمان عن محمود ابن لبيد عن راسع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجل حدثنا محمد ابن حرب الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا محمد ابن مطرف عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجد فقال عبادة ابن الصامد كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس طلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وقلاهن لوقفهن وأتم ركوعهن وكشوعهن كان له على الله عقد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عقد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه حدثنا محمد ابن عبد الله الخزاعي وعبد الله ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن القاسم ابن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها قال الخزاعي في حديث عن عمة له يغال لها أم فروة قد باعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر ابن عون أخبرنا طالد عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عبد الله ابن فضال عن أبي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن إسماعيل بأبي قالت حدثنا أبو بكر عمار ابن عيبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلد النار رجل قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب قال أنت سمعته منه ثلاث مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعتك أذناي ووعاه قل فقال رجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا حماد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن صامد عن أبي ذر قال قال لي رفول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رفول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم دمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن صابق عن عمر بن ميمون الأودي قال قد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال فسمعت تكفيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبة فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه ناس بعده سيد بن مسعود فلزنته حتى ما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء مصلون الصلاة لغير نيقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لنيقاتها واجعل صلاة معهم سبحانه حدثنا محمد بن قدام بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساب عن أبي الموسنى عن ابن أخي عبادة بن الصام عن عبادة بن الصام وحدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا وكيع عن سليمان المعنى عن منصور عن هلال بن يساب عن أبي المثنى الحنصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصام عن عبادة بن الصام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها وصل الصلاة لوقتها وقال رجل يا رسول الله وصلي معهم قال نعم إن شكت وقال سفيان إن أدركتها معهم وصلي معهم قال نعم إن شكت حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هاشم يعني الدعفراني حدثني صالح بن عبي عن قبيصة بن وقا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وق أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرث وقال لبلال اكلأنا الليل قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربت لهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاغا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاختادوا رواح لهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصدر فلما خضى الصلاة قال من نسي صلاة فلنصل لها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقن الصلاة للذكرى قال يونس وكانت شهاب يقرأها كذلك قال أحمد قال عن بثة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري قال أحمد الكرى حدثنا موسى أبو إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة في هذا الخبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أقابتكم فيه الغفلة قال فأمر بلالا فأذن وأقام وخل قال أبو جاود رواه مالك وسفيان بن عيونة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إصحاء لم يذكر أحد منهم الأذان في حجوز الزهري لهذا ولم يصنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر حدثنا موسى أبو إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح للأنصاري حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شفر له فما لرطول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راتب آذان راتبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا قال بعضهم لبعض ادفرطنا في صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن خلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت حدثنا علي بن نصر حدثنا وهو بن جرير حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا قالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفاقهه فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري ثارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهدين لصلاةنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنوذي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصر فقال ألا إنا نحمد الله أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن خلافنا ولكن أرواحنا كان في يد الله عز وجل فأرسلها أننا شاء فمن أدرك منكم صلاة الغدات من غد صالحة فليقض معها مثلها حدثنا حدثنا عبسر عن حسين عن عبد الله بن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشن فصلى بكم حدثنا العباس العنبري حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قسادة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قسادة عن أن سيد مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن طلاف الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى سقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح وهذا رقع عباس أن عبد الله بن يزيد حذرهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني ارتباني أن كليف بن صبح حذرهم أن الزبرقان حدثت عن عميه عمر بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار فنام عن الصبح حتى طلع في الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتين الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجات يعني ابن محمد حدثنا حريض وحدثنا عبيد بن أبي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي حدثنا حريض يعني ابن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلف منه التراب ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى الفرض وهو غير عجل قال عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صالح حدثنا مؤمل ابن الفضل حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صالح عن دين مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل حدثنا محمد بن المثنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة سمعت عبد الله ابن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديدية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا وقال بلال أنا تنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان بن عيين عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يديد بن أطم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تذخرفنها كما ذخرفت اليهود والنصار حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا حمد بن سلمة عن عيوب عن أبي خلابة عن أنس وقتال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا أبو همام من الدلال محمد بن محبب حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياب عن عثمان بن أبي العاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد طائف حيث كان طواغيته حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد قال مجاهد وعمده من خشب النخل فلم ندد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده قال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقه بالساج قال مجاهد وسقه الساج قال أبو داود القصة الجث حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراث عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مغلل بجريد النخل ثم إنها نخرة في خلافة أبي بك فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نخرة في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن عدتنا مسجد حدتنا عبد الوالك عن أبي التياح عن أنس ابن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بن عمر بن عوض فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني مجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني مجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركت صلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فتويت وبالنخل فقط فطفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبابتيه حجارة وجعلوا ينقلون الضخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الإنصار والمهاجرة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم عن أبي قياح عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرف ونخل وقبور المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامنوني به فقالوا لا نبغي به ثمن فقطع النخل وتوي الحرف ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال تغفر مكان طنفر قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه كان عبد الوارث يقول خرد وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن عائشة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء لمساجد في الدور وأن تنظف وتطيب حدثنا محمد بن داوود بن سفيان حدثنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني قبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصنح قمعتها ونتحفرها حدثنا النخيبي حدثنا نسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودى عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أتنا في بيت المخبض قال ائتوه فطلوا فيه وكانت البلاد إذات حربا فإن لم تأتوه وتطلوا فيه فابعتوا بزيت يسرج في قناديله حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليمان الباهز عن أبي الوليد سألت ابن عمر عن الحطى الذي في المسجد قال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل رجل يأتي بالحطى في توبت فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا قال ما أحسن هذا حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكية قالا حدثنا الأعمى عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحطى من المسجد يناشده حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد حدثنا شريك حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاقة لا تناشد الذي يخرجها من المسجد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله ابن حنطر عن عنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من شورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نتيها حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أطح حدثنا محمد بن قدامى ابن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى وهو أطح حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا ركر يعني ابن مضر عن عمر بن الحارث عن جوكير أن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز يعني أبد راوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن السعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا سيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من قبل حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدث عن عبد الله بن عمر بن العاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعود بالله العظيم ودوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أققلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قسادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عمي عصبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زرائر عن أبي قسادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائك الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحجز أو يقوم اللهم اغفر لك اللهم ارحم حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبط لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث فقيل ما يحدث قال يفسو أو يضرط حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزي عن عمير بن هان إن العنقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حرفه حدثنا عبيد الله بن عمر الزشمي حدثنا عبد الله بن يزير حدثنا حيوة يعني ابن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد بل يقول لا أداها الله إليه فإن المساجد لم تبن لهذا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتذ في المسجد خطيئة وكفارته أنتوارية حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاعة في المسجد فذكر مثله حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حجر دن الأسلم سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنقم فليحفر فليدفن فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به حدثنا هلناد بن السريع عن أبي الأحوط عن منصور عن ربعي عن طارق حدثنا فليدفن حدثنا حماد حدثنا أيوب عن ناسع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نقامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحكبه قال فدعا بزعفران فلطخه بث وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث عن عيوب عن ناسع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن ناسع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران ورواه معمر عن عيوب وأثبت الزعفران فيه وذكر يحيى بن سلين عن عبيد الله عن ناسع الخلوط حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا قالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياب بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد ورأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا قال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حادم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصاني أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب فنغر فرأى في حبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه في وجهه ثم قال إن أحدكم إذا قاموا يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يسارك تحت رجبه اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر مقامة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجده حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاق قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قين فرغ لا يصلي لكم وأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسك أنه قال إنك آذيت الله ورسولك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد أخبرنا سعيد الجريغي عن أبي العلاء عن مطرق عن أبيه قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخلي فبذق تحت قدمه اليسر حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريغي عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بن علاء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت واسدة بن الأسقع في مسجد دمشق بسق على الجوري ثم مسحه برجنه فقيل له لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ليس عن سعيد المغضوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمى أنه سمع أنسى بن مالك يقول دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلق فقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديد حدثنا محمد بن عمر حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق حدثني سلمة بن كهير ومحمد بن الوليد بن ويتع عن كريف عن ابن عباس قال بعث بن سعد بن بكر ضمام ابن فعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيد عن أبي هريرة قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيانهم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهي عسى ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المراد عن أبي صالح الغفار أن علي رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما فرز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعومة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح العفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثة ما يحسب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة حدثنا عثمان بن أبي شيب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الضراء بن عاذب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تطلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابب الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرصبي بالصلاة إذا بلغ سبعة سنين وإذا بلغ عشرة سنين أضربوه عليها حدثنا مؤمل بن هشام يعني يشكري حدثنا إسماعيل عن ثوار أبي حمزة قال أبو داود وهو ثوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجة حدثنا ذهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعنى وزاد وإذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السر وفوق الركب قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروا عنه أبو داود الطيارسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة ثوار الصيرفي حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد حدثني معاد بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال من رأته متى يصل الصبي فقال كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوه وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنفس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس وقال هو من أمر نصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مكتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويطغان إذ أتاني آث فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوم قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما منعك أن تصبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلان قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعل قال فأذن بلان قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث القيمين عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل يدرب به للناس لجمع الصلاة صاف به وأنا نائم رجل يحمل ماقوسا في يدك فقلت يا عبد الله أتبيع ماقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى خوطا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الحطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيد عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن أسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم نسنيها حدثنا يا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأتي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها فوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها فوتك ثم ترفع فوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإذا كان صلاة صدر قلت الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائد أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بالأولى من الصبق قال أبو داود وحديث مسجد أبيا من قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمع؟ قال فكان أبو محبورا لا يجز ناصيته ولا يحرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاد والمعنى وقالوا حدثنا همام حدثنا عامر من أحول حدثني مكفول أن ابن محيريز حدث أن أبو محبورا تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا في كتابة في حديث أبي محرورة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا ابن جريت أخبرني ابن عبد الملك ابن أبي محرورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن أبي محرورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين مرتين قال ثم ارجع فمد من قوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حدثنا النفيلي حدثنا إبراهيب بن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محرورة قال سمعت جدي عبد الملك ابن أبي محرورة يذكر أنه سمع أبي محرورة يقول ألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم حدثنا محمد بن داوود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس عن ناتع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محرورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر مثل أذان حديث بن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعنى قال أبي داوود وفي حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر أكبر وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع خوثة الله أكبر الله أكبر حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمر بن مرق قال سمعت ابن أبي ليلى وحدثنا ابن المسنة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مرق سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحد حتى لقد همنت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى همنت أن أمر رجالا يقومون على الآطان ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك عيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس قال إذن المسنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقران غير ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذن المسنى لقد أراك الله عز وجل خيرا ولم يقل عمر لقد أراك الله خيرا فمر بلانا فليؤذن قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكني لما سبقت استحليت قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبقت من صلاة وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المسنى قال عمر وحدثني بها حسير عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حسين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك ففعل قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمر بن مرذوق قال فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حسين قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مكينة فنزلت هذه الآية فمن شاهد منهم الشهرة ليصم فكانت غصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفضر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح قال فجاء عمر ذو الخطاب فأراد امرأته فقال إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها وجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أطبحوا أنزلت عليه هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود وحدثنا نصر بن المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى عن وعد بن جبر قال وحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وحيلت طيام ثلاثة أحوال وساق نصر الحديث البطولة واقتص ابن المثنى منه قصة صلاةه نحو بيت المقبس قد قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصل يعني نحو بيت المقبس ثلاثة عشر شهر فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة فوجهه الله تعالى إلى الكعبة وتم حديثه وتم نصر صاحب الرؤية قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فسبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهله نية ثم قامت فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعد ما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال وقال في الصوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشراء فأنزل الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إلى قول طعام مستين فمن شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يُحْتِرَ ويُطْعِمَ كل يوم مستينة أجدأه ذلك وهذا حول فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجود الذين لا يستطيعان الضوم وجاء سرمة وقد عمل يومه وساخ الحديث حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قالا حدثنا حماد عن سماك بن عطية وحدثنا موسى بن إسماعي حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي خلافة عن أنس قال أمر بلاد أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة زاد حماد في حديثه إلا الإقامة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن صارف الحذاء عن أبي خلافة عن أنس مثل حديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثمن عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر لير هذا الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله عن عليه عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقي على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الررحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمر شيخؤ留 م Media من الأنفار قال سماح عبد الله بن محمد قال كان جذب عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر فأقام جذب حدثنا عبد الله بن مسلمة قانا رأيته يحدثنا عبد الله بن عمر بن خانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني عن أفريقي أنه سمع زيادة بن نعيم الحضرمي أنه سمع زيادة بن الحارف الصدائي قال لما كان أول أذان الصدق أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد لاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلاد أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخى خداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقم حذثنا حفص بن عمر النمري حذثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى فوته ويشهد له كل رقب ويابت وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما حدثنا القعنبي عن ماذك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمرا اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته من عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاء عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجاة قال كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجرة فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قال ثم يؤذن قال والله ما علوته كان تركها ليلة واحدة فعن هذه الكلمات حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس يعني ابن الربيع وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وطيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيب عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأطرح فأذن فلما بلغ حي على الطلاة حي على الفلاح لوى عمقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنذة وساق حديثة حدثنا محمد بن كذير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاد عن عطاء ابن يزيد الليسي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وفر عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبيع عن عبد الله بن عمر بن العاف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم صلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة حدثنا ابن السرحي ومحمد بن سلمة قالا حدثنا ابن وهب عن حييد عن أبي عبد الرحمن يعني الحبني عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل فاطر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الحكيم عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاط عن سعد بن أبي وقاط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا غفر لك حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسر عن هشان بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا حدثنا محمد بن المسنة حدثني محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفظ بن عاصم بن عمر عن جدي عمر بن الخصاب رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة حدثنا سليمان بن داود العسكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشر عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة لما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدة عن جادر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الصائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا القاسم بن معن حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إخبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فغفر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاف قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاف قال يا رسول الله اجعيني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أزن قبل طلوع الحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام قال أبو داود وهذا الحديث لم يغيه عن أيوب إلا حماد بن سلم حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبت فأمره عمر فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن حداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلال حدثنا محمد بن سلم حدثنا ابن وهد عن يحيى بن عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن عبيه عن عائشة أن ابن أم مكثوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمر حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعفاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصف وقال أبي هريرة أما هذا فقد عطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا شبابة عن إسرائيل عن ثمان عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يؤهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الظلام حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتاد عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فتوب رجل في الظبر أو العصف قال أخرج بنا فإن هذه بالعب حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قال أبو داود وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الثوائي قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقالا فيه حتى تروني وعليكم السفينة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت قال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمر وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد وهذا لفله عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلح عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتني البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبثه بعدما أقيمت الصلاة حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بمينا والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك قلت ابن بورين قال هذا السمود فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوحج عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصحوف على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل قبل أن يكبر قال وقال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصحوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها فقط حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاطم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أب النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصل وإذا رآهم جماعة صلى حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاطم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي نسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذات حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة يعمر عن أبي الدرداء قال سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاطية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي طالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همنت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالنار ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار حدثنا النفعيلي حدثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همنت أن آمر فتيتي يجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علا فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنها أو غيرها قال ثم تاء ذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها حدثنا هارون بن عباد الأزي حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوط عن عبد الله بن مسعوط قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع من نبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتسلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم حدثنا قصيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبيت عن ابن عباسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنابية فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي طلل قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاطم بن بردلة عن أبي رجيم عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاشع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل رفصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء قال نعم لا أجد لك رفصة حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي لي عن ابن أم مكتوما قال يا رسول الله إن المدينة كثرة الهوام والتباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا قال أبو داود وشذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي رفض عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أسقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على نتصف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سفل يعني عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمر عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نفس ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي بريرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرى حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا ذهير حدثنا سليمان القيمي أن أبا عثمان حدث عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل الندينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل وكان لا تفكئه صلاة في المسجد فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلم فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجع فقال أعطاك الله ذلك كله أمطاك الله جل وعلا ما احتسده له أجمع حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطخرا إلى ثلاث مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الظحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمد وصلاة على إسر صلاة لا لغو بينهما كتاب في علين حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي مريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في ثوق 25 درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان في الصلاة في تحديثه والملائكة يصليون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تبع له ما لم يقف فيه أو يحدث حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عقاء بن يزيد عن أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها ثلاث فأتم رفوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة قال أبي داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث ثلاث الرجل في الثلاث تضاعف على ثلاثه في الجماعة وساق الحديث حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أول عن عريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التان يوم القيامة حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمر حدثهم عن داود بن قي قال حدثني سعد بن إسحاء حدثني أبو ثمامة الحناق أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشفق بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحتن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمزة عن سعيد بن المسيد قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحتنى الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كسب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله عز وجل عنه سيئة هل يقرب أحدكم أولي بعض فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محفن بن علي عن عوف بن حال عن أبي هريرة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوضأ فأحسن ودوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلىها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تتلا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمى عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد دليل فقال ابن الله والله لا نأذن لهم فيتخذنه ذغلا والله لا نأذن لهم قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهم وتقول لا نأذن لهم حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل قالت نعم حدثنا إذن المثنى أن عمر بن عاطم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أب الأحوال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاةها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترحنا هذا الباب لنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن عيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أفضل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة أخبرني يونس عن أعنشها أخبرني سعيد بن المسير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تنشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم قال أبو داود كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتم وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا وقال محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتم وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتاد وأنت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فأتم حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا شعب عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واخضوا ما سبقكم قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة واليقر وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روى عنه فأتم واخضوا واختلف فيه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهيب عن سليمان الأسود عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيأ بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعن إذا طل أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة حدثنا ابن معال حدثنا أبي حدثنا شعب عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبحة بمنا بمعناه حدثنا قتيبة حدثنا معه بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعفع عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة قال فانطرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالتا فقال ألم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد أسلم قال فما منعش أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قطليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه مكتوبة فحدثنا أحمد بن صالح قال رأت على ابن وقب قال أخبرني عمر عن بكية أنه سمع عكيف ابن عمر بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيء فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمر بن شعير عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قصلي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهو أخبرني يحيى بن عيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهنداني قال سمعت رقبة ابن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاف الوقت فله وله ومن انتقف من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم حدثنا هارون بن عبدال الأزي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة له عن سلامة بنت الحر أخي خرشة عن سلامة بنت الحر أخي خرشة بن الفر الفزاري قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراء الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل المرجاء سمعت أوثى بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنة ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال صعبة فقلت لإسماعيل ما تكرمته قال فراش حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يأم الرجل الرجل في سلطانه قال أبو داود وكذا قال يحيى سلطان عن شعبة أقدمهم قراءة حدثنا الحسن ابن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوث بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إن كانوا في التغاءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراء قال أبو داود رواه حجاج بن أرقاط عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أيه عن عمر بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآن كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفر فقدموني فكنت أأمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عنها فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانية فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحيبه فكنت أأمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن عمر بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أأمهم في بردة موصلة فيها فطق فكنت إذا سجدت خرجت إسهي حدثنا قطيبة حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمر بن سلمة عن أبيه لأنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي فما شددت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائبهم إلى يومها قال أولو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمر بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلوا عن أبيه حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني ابن عياض وحدثنا الهيثم مقالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافا عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمهم سالم مولى أبي حزيفة وكان أكثرهم قرآن زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسان حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي غلابة عن مالك بن الحوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أو لصاحبنا إذا حضرت الصلاة فأذناه ثم أقيماه ثم لأمكما أكبركما سنا وفي حديث مسلمة قال كنا يومئذ متقاربين في العلم وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي غلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفا الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى بدرا قالت يا رسول الله إئذن لي في الغذو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة قال قرر في بيتك إن الله تعالى يرزق الشهادة قال وكانت تسمى الشهيدة قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذن في النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى مات وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما فأمر بهما فطلبا فكانا أول مطلوب بالمدينة حدثنا الحسن بن حمد الحضرم حدثنا محمد بن فضير عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن فلاس عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارس بهذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أنت أم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ودبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو حدثني معاوية بن صالح عن العلا ابن الحار عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكباب حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتات عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبان عن عدين حدثني أبو عقية مولا منه قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم تصل فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرات أبو مسعود غازي المعمى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمة عن إبراهيم عن عمى أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميطه فجبده فلما فرغ من صلاةه قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مدى التنين حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريف أخبرني أبو خالد عن عبي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاةه قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر رجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبع فتحين أخذت على يديه حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجبان حدثنا عبيض الله بن مقسم عن جاجر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهن تلك الصلاة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمر بن دينا سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب صرة فصرع عنه فجحش شحه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلم ننصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدك فقولوا ربنا ولك الحم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جغير ووكيع عن الأعمى عن أبي سوفيان عن جاجر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذن نخلة فانفك قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسة قال فقمنا خلفه فسكت عنه ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصل المكتوبة جالسة فقمنا خلفه فأشار إليه فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسة فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائمة فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارسا بعظمائها حدثنا كليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وحيد عن مطعب بن محمد عن أبي طالب عن أبي بريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سنع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فتجد ولا تسجد حتى يفجد وإذا صلى قائمة فصلوا قياما وإذا صلى القاعدة فصلوا قعودا أجمعون قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أهمني بعض أصحابنا عن سليمان حدثنا محمد بن آدم المسلسي حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤتم به بهذا الخبر ذات وإذا قرأ فأنصته قال أبو داود وهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصته ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد حدثنا القعنبي عن مالك عن هشان ابن عروة عن عبي عن عادشة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انطر فقال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا ركع فتعه وإذا رفع فارفعه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حدثنا قصيدة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهد المعنى أن ليس حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع ناسا تكبيره ثم ساق الحديد حدثنا عبدت بن عبد الله أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح حدثني حسين من ولد فعد ابن معاد عن أسيد ابن حضير أنه كان يأمهم قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتطفل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائك وهذا في ثقاء فإني صائم ثم قام فصلى بنا ركعتين فطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بصار حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه ومرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك حدثنا موسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بد في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة قمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه حدثنا عمر بن عون أخبرنا محيم عن أبي بشر عن تعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بلؤابتي فأقامني عن يميني حدثنا القعنبي عن مالك عن أسحاق بن عبد الله بن أبي طلح عن أنس بن مالك أن جزته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل لهم ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حفير لنا قد سود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصر صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيفة حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنذرة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن على القمس والأسود على عبد الله وقدنا أصلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهم ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال أكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حدثنا مسدد حدثنا يحفى عن خفلان حدثني يعلى بن عطاء عن جابي بن يزيد بن أسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذن صرفا حرف حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء ابن عازد قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجه صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراسان عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال أبو توبة عطاء الخراسان لم يدرك المغيرة ابن شعبة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زفير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان ألفه ممن أتم الصلاة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن ابن عجبان حدثني محمد بن يحيا بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية ابن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم بث إذا ركعت تدركوني بث إذا رفعت إني قد بد حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاء قال سمعت عبدالله بن يزيد الخصمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجد حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان ابن تغلد قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع حدثنا الربيع بن ناتع حدثنا أبو إسحاء يعني الفزر عن أبي إسحاء عن محارب ابن ديسار قال سمعت عبد الله ابن يزيد يقول على المنبر حدثني للبراء أنهم كانوا مصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قيامة حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم حدثنا حص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حص بن بغيل المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فلهل عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في توب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرض عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على من كبيه منه شيء حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل المعنى عن عشام ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب بل يخالف بطرفيه على عاتقين حدثنا قطيبة ابن سعيد حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه حدثنا مسدد حدثنا ملازم ابن عمر الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيث بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترا في الصلاة في ثوب الواحد قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام إداره طارق به رداء فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أنقضت صلاة قال أوكنكم يجد ثوبين حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حاذن عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال استبيان فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكنا حتى يرفع الرجال حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليه حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل للعامري قال أبو داود كذا قال والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جاذر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل في جستان قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حذرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصاند قال أتينا جاذرا يعني ابن عبد الله قال صرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها لا تصطف ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينك فجاء ابن فخر حتى قام عن يسار فأخذنا بيديه جميع حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت بث فأشار إلي أن اتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جاذر قال قلت لبيت يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا اشجده على حقه حدثنا زيد بن أخذم حدثنا أبو داود عن أبي عوان عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إداره في صلاته خيالا فليس من الله في حل ولا حرام قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلم وحماد بن زيد وأبو أحوص وأبو معاوية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبيلا إذاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبيل إذاره وإن الله تعالى لا يأكل صلاة رجل مسبيل إذاره حدثنا محمد بن يحيى بن بارس الزهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واب حدثنا أبو المنيب عبيض الله العفاقين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاة لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس علي كردة حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب قال تصلي في الخمار والدرع السابع الذي يغيب ظهور قدميها حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وحمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفط بن غياء وإسماعيل بن جعفر وابن أبي لئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنه حدثنا 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 حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قتاد عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروب عن قتاد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحة فرأت بنات لها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرة جارية فألقى لي حفوه وقال لي شقيه بشقين فأعطي هذه نصفة والفتاة التي عند أم سلم نصفة فإني لا أراها إلا قد حاض أو لا أراهما إلا قد حاضتا قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين حدثنا محمد بن العلا وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن حسن بن ذكوان عن خليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاة قال أبو داود رواه عسن عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة حدثنا محمد بن عيسى بالطباع حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعة عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو رحفنا قال عبد الله شك أبي حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبنه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز غفره في قفا فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على قلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز غفره حدثنا محمد بن سلم حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن بكيرا حدث أن كريبا مولى بن عباس حدث أن عبدالله بن عباس رأى عبدالله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصر فأقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأتي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن ابن جريت حدثني محمد بن عباس بن جعفر عن ابن سفيان عن عبدالله بن السائف قال عيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يسارك حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبدالرزاق وأبو عاطم قال أخبرنا ابن جريت قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبدالله بن المسيب العابدي وعبدالله بن عمر عن عبدالله بن السائف قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فسفح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى بن عباد يشوف أو اختلف أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبدالله بن السائف حاضر لذلك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه توضعهما عن يتاره فلما رأى ذلك القوم ألقو نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاته قال ما حملكم على إلقاء نعاليك قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذا وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فيما عليه قذرا أو أذا فليمسح وليصلي فيهما حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قسادة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبت قال في الموضعين خبت حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعل بن شداد بن أول عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعابهم ولا خفافهم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعيا حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رثم أبو عامر عن عبد الرحمن بن خيث عن يوتف بماها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلعن عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما حدثنا عمر بن عون حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بن تل حارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حار وربما أصابني توهه إذا سجد وكان يصلي على الخمر حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن هيرين عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته وصلي حتى أراك كيف تصلي فأخذي ذك فنضحوا له طرف حفير كان لهم فقام أصلى ركعتين قال فلال بن الجاروت لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى قال لم أره صلى إلا يومئذ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المسن بن سعيد الدارع حدثنا قتاد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سلين فتجركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حفير ننضحه بالماء حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحبيب قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارف عن أبي عون عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط توبه فسجد عليك حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي حدثنا زهير قال تألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في صفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن سميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعد قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويترافعون في الصف حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن زكري بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أخيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن كماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان نبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في صفوف كما يقوم القدر حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبد بصده فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حدثنا هناذ بن السري وأبو عاطم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوثجة عن الغراء بن عاذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول حدثنا ابن معاذ حدثنا خالد بن الحارف حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمال بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليل وحديث بن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخيم الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلن ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات بالشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينجغل أن يلين له كل رجل من كبي حتى يدخله الصفا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الطف كأنها الحذفة حدثنا أبو الوليد الطيارسي وسليمان بن حرب قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير عن محمد بن مسلم بن الثائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لمطنع هذا العود فقلت لا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس لهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيسارك فقال اعتدلوا سووا صفوفكم حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن تعيذ عن قتال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عني عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك اليوم الجمعة فدفعنا إلى الزوال فتقدمنا وتأخرنا فقال أن كنا نستقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمى عن عمارة بن عمير عن أبي معمى عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حدثنا مفدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذات ولا تختلف فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميام السرور حدثنا عيسى بن شاذان حدثنا عياش الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا قرة بن خالد حدثنا بدير حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال قال أبو مالك الأشعر ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاةه ثم قال آشذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحتبه إلا قال صلاة أمتي حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا خالد وإسماعيل بن زكرياء عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير طفوف النساء آخرها وشرها أولها حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن أكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي تئير عن أبي سلم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخزري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤثرهم الله عز وجل حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إذن أبي فدي عن يحيى بن بشير بن خلاس عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب فسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وتد الخلل حدثنا سليمان بن حرب وحفظ بن أمه قالا حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب الصلاة حدثنا حميد بن مسعد أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن دياز الأعلم حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبا بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود قال أبو داود زياد من الأعلم زياد ابن فلان بالقرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد الله حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا إسرائيل عن كماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها وانياس وراء وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمر حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحة وبين يديه عنذة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنذة المرأة والخمار حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمي حدثني أبو عمر بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريث يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عطا فإن لم يكن معه عطا فليخطب خطا ثم لا يضره ما مر أمامه حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمي عن أبي محمد بن عمر بن حريث عن جده حريث رجل من بني عمر عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حبيث الخط قال سفيان لم نجد شيئا نشج به هذا الحديث ولم يجد إلا من هذا الوجه قال قلت لسفيانا إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمر قال سفيان قدمها هنا رجل بعدما مات إسماعيل المؤمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخطي غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال أبو داود الخط بالطول قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيين فقال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العطرة فوضع قرنسوته بين يديه يعني في فريغة حضرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله عن ناتا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيده حدثنا محمود بن خالد حدثنا عبد الله بن دمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المخداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنعي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن عقوب بن إسحا عمن حدثه عن محمد بن كعبن القرابي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدد حدثنا محمد بن الصباح بن سفيانة أخبرنا سفيان وحدثنا عثمانه أبي شيبس وحامد بن يحيا وابن السر قال حدثنا سفيان عن خطوان بن سليم عن نافع بن جبير عن فهل بن أبي حتمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طل أحدكم إلى سترة فاليد منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة قال أبو داود رواه وقد بن محمد عن خطوان عن محمد بن سهل عن أبي أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناد حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العديد بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه قال أبو داود الخبر للنفيلي حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأهم واستطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عزدان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فلأ أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها ثم ساق معنا حدثنا أحمد بن أبي سريج الغازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مصرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن زيد الليسي قائما لصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته من دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا طل أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجداز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يديه وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أنا زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يديه المصلي فقال أغو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعب وحدثنا عبد السلام بن مطفر وابن كثير المعنى أن تليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ثلاث الرجل وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع ثلاث الرجل إذا لم يكن بين يديه قيب آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمر فقلت ما بال أسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود حفظ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر ابن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكن قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر ابن زيد على ابن عباس حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن أكرم عن ابن عباس قال أحتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سطرة فإنه يقطع صلاته الكلب والخمار والخنذير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجاب حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال طأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثر فما مشيت على عيها بعد حدثنا كثير بن عبي يعني الملحجي حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإزناده ومع ما زاد قال قطع طلاثنا قطع الله أثر قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع طلاثنا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وف أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بسبوك وهو حاد فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمرك فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نفلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال أضع طلاثنا قضع الله أثر فما قمت عليها إلى يومي هذا حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني فصل إلى جدار فدخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى 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 لسخ بطنه بالجدار ومرت من ورائه كما قال مسدد حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يستقي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة أحسبها قالت وأنا قال قال أبو داود رواه زهري وعطاء وأبو بك بن حف وهشام بن عروة وعراف بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلم كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلم عن عائشة لم يذكروا وأنا حاط حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معطرضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوتر حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن عبيب الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قال بئسما عدلتمونا بالخمار والكلب لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معطرضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إلي ثم يسجد حدثنا عاكم بن النضر حدثنا المعتمر حدثنا عبيض الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقضبته ما فسجد حدثنا عثمان بن أبي شريبة حدثنا محمد بن بش قال أبو داود وحدثني القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وعن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزا ثم اتفقا فقال تنحي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عييمة عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال جئت على حمار وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاشتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان فارتعوا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد قال أبو داود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصحباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت أنا وأولام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالا وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيفا وداود بن مخراق الفريابي قالا حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتلتا فأخذهما قال عثمان فخرع بينهما قال داود فنزع إحداهما عن الأخرى فما بالا ذلك حدثنا عبد الملك بن شعيد بن الليل قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا بالا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي ودا عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما اقتطعتم فإنما هو شيطان حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبن سعيد الخضري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصر فقال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرأوا ما استطعتم فإنه شيطان قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهوري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتي حدثنا محمد بن المصفى الحنسي حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهوري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حزو منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيرتع ثم إذا أراد أن يرفع قلبه رفعهما حتى تكون حزو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاة حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد الوارف بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعطل صلاة أبي قال فحدثني وائل بن علقمة عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم الفحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيت وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاةه قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وترفه من ترفه قال أبو جاود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الغفع مع الغفع من السجود حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا المسعودين حدثني عبد الجبار بوائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع السكبيرة حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النسعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر حدثنا نسدد حدثنا بشر بن مفضل عن عاطم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى حاذى أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجدت وضع رأسه بذلك المندل من بين يديه ثم جلس فاخترش رجله الجسرى ووضع يده الجسرى على تخذه الجسرى وحذ مغفقه الأيمن على تخذه اليمنى وقبض صنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار السباب حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاطم بن كليب بإسناده ومعنى قال فيه ثم وضع يده اليمنى على بغرك فيه اليسرى والرصر والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت ثياب حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عاطم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابتتح الصلاة رفع يديه خيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى قدورهم بافتتاح الصلاة وعليهم برامس وأكسية حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن شريك عن عاطم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء رأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم بن الضحاف بن مخلد وحدثنا مستدد حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن عمر بن عقائن قال سمعك أبا حميد بن الساعجية في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يطب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله بمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهدي إلى الأرض فيجاب يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أطابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يستعف الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه كما كبر عند استتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التثمين أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شخصه الأيسر قالوا صدقتها كذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا إذن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر العامري قال كنت في مجلسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتي وفرج بين أصابعه ثم هطر نهره غير مقنع رأسه ولا طافح بخده وقال فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا عيث بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وفر عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مخترش ولا قاب بهما واستقبل بأطراف أصابعه الكبلة حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بكر حدثني زهير بن خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيث بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمر بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل السعدي أنه كان في مجلس فيه أبو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد السعدي وأبو أسيد بهذا القبر يزيد أو ينقص قالتني ثم رفع رأته يعني من الرسوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كثيه وركبتيه وصدور قدميه وهو تاجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهى بالقيام قام بتكبيرة ثم رفع الركعتين الأخرين ولم يذكر التورك في التشفف حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمر أخبرني قليح حدثني عباة بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قاضد عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رحرأته حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فاسترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على كبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى كفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه قال أبو داود روى هذا الحديث عطبة بن أبي حسيم عن عبد الله بن عيسى عن العبايات بن سهل لم يذكر التورو وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعطبة حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية حدثني عطبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العبايات بن سهل عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل على شيء من فخذيه قال أبو داود رواه بن المبارك حدثنا خليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أنا عبد الحميد السعدي بهذا الحديث حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادث عن عبد الجبار بن وعي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فلما سجد وقع تا رخبته إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق حدثني عاطم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على رقبته واعتمد على فقده حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن جاود عن فتر بن عبد الجبار بن وعي عن أبيه قال أي سرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحنة أذنيه حدثنا عبد الملك بن شعي بن اللي حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريت عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارس عن هشاء عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبه وإذا ركع فعلى مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعلى مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعلى مثل ذلك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن نهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهضه القيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت إلى ابن عباس وقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختبئ لصلاة عبد الله بن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النظر بن كثير يعني افتعدني قال صلى إلى جنبه عبد الله بن طاووس في مسجد الخيس فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأته منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت لي وحيب بن خالد فقال له وحيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه فقال بن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن ناس عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله من حميد وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع قال أبو داود وروا بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقافي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر قال وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى سجي وهذا هو الصحيح قال أبو داود ورواه ليس ابن سعد ومالك وأيوب وابن جري موقوفا وأسنده حمد ابن سلم وحده عن عيوب ولم يذكر عيوب ومالك أرفع إذ قام من السجدتين وذكره ليس في حديث قال بندري فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل أولى أرفعهم قال لا سواك قلت أشر لي فأشار إلى السجين أو أسفل من ذلك حدثنا الصعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حجوة منكبيه وإذا رفع رأسه من ركوع رفعهما دون ذلك قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليد عن محارب بن ديثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن جاود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناس عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفض بن ربيعة بن الحارف بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طارب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حدو منك بيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر قال أبو داود في حديث أبي حميد السعدي حين وقف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحادي بيهما منكبي كما كبر عند اكتاء الصلاة حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حوير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما كروع الذنين حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي وحدثنا موسى بن مروان حدثنا شعيب يعني ابن إسحاء المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت ابطيف زاد عبيد الله بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد نوسى بن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتي قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإنساة على ركبتي حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا وكير عن كفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة فقال قال قال عبدالله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يعيه إلا مهر قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللقر حدثنا محمد بن الصباح البزاد حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استتحت صلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود قال خالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكر ثم لا يعود حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمر وأبو حذيف قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الضراء بن عاز بن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح خلا ثم لم يرفع هما قتنصر قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الصلاة رفع يديه حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول طف القدمين ووضع اليد على اليد من السلة حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشين بن بشير عن الحجاج بن أبي زين عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفظ بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياذ بن زيد عن أبي جحيف أن علي رضي الله عن قال فسنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السر حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعيه عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عن يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السر قال أبو داود واروي عن سعيد بن جباير فوق السر قال أبو مجلز تحت السر واروي عن أبي هريرة وليس بالقول حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضاعف عبد الرحمن من إسحاق الكوفي حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدرك وهو في الصلاة حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عمه الماجشون بن أبي سلم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي خطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن طلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أن أنت ربي وأنا عبد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أن واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أن لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت فشعلك سمعي وبصري ومخفي وعظامي وعقبي وإذا رفع قال سنع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلم سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الصالحين وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسغرت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أن حدثنا الحسن ابن علي حدثنا سليمان ابن داود الهاشني أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزنات عن موسى ابن عقبة عن عبد الله ابن الفضل ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حج ومنكبي ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودع نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء ولم يذكر والخير كله في يديك والشر ليس إليك وزاد فيه ويقول عند انتغافه من الصلاة اللهم اتغلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت أنت إله لا إله إلا أنا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن أبي حمد قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت أنت ذا فقل وأنا من المسلمين يعني قولك وأنا أول المسلمين حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قفادة وتابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت إثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد الفيت وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمر بن مر عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمر لا أدري أي صلاة فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأقيل ثلاثا أعوذ بالله الشيطان من نفته ونفته وهمزه قال نفته الشعر ونفه الكبر وهمزه الموت حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن مسعر عن مسعر عن عمر بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معارية بن صالح أخبرني أظهر مسعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبل كان إذا قام كبر عشرة وحمد الله عشرة وسبح عشرة وهلل عشرة واستغفر عشرة وقال اللهم اكثر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوض من ضيق المقام يوم القيامة قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه حدثنا ابن المسنى حدثنا عمر بن يونس حدثنا عفرمة حدثني يحيى بن أبي كدير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنه إنك أنت تهدي من تشاء إلى فراط مستخدم حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عفرمة بإسناده بلا إخبار ومعما قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول حدثنا القعنبي عن مالك قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوصطه وفي آخره بالفريضة وغيرها حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن عبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال أنه يوم المنصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأته من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال glتن وراء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زبير عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم أن تلحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم فاغتري ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلم أنت إلهي لا إله إلا أنت حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا عمران بن مسلم أن خيث ابن سعد حدثه قال حدثنا طاوت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معنا حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحو قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيا بن عبد الله بن رفاع بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطت رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرت فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتمامه حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال عطى تشاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى رفنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة قال فسكت الشتاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأس فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا قال ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى حدثنا عبد السلام بن مطفر حدثنا جعفر عن علي بن علي بن الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخزري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفسه ونفسه ثم يقع قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلى الوهو من جعفر حدثنا خسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حسنة حرب الملائي عن هديل بن ميسرة عن أب الجوزاء عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال تبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشكور عن عبد السلام بن حرب لم يروي إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل عن يونسة عن الحسن قال قال ثمرة حفظت سكتتين فالصلاة سكتة إذا كبر الأمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين قال فكذبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبين فصدق ثمور قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث عن أشعة عن الحسن عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فذكر معنا حديث يونس حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن الحسن أن ثمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكر فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكتا إذا كبر وسكتا إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فحفظ ذلك ثمرة وأنكر عليه عمران بن حسين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في ربه عليهما أن ثمرة قد حفظ حدثنا ابن المسنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بهذا قال عن حسن عن الحسن عن ثمرة قال سكتاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه قال تعيد قلنا لقتادة ما هاتاني سكتاني قال إذا دخل في صلاة وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالمين حدثنا أحمد بن أبي شعير حدثنا محمد بن فضيل عن عمر وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرع عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول قال اللهم باعد ليني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمشرق اللهم أنقني من خطاياي كثوب أبيض من الدنس اللهم اغسلني بالتلج والماء والبرد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قدادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة به الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشفص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين أتحيات وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم حدثنا هلناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس ابن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي آنفة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تجرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر الإفقال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفق عطبة منكم الآية قال أبو داود وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة عن زهره لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الاستعادة من كلام حميد أخبرنا عمر بن عون أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفان وهي من المثان فجعلتموهما في السبع ثوات ولم تكتبوا بينهما فضر بإسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآية فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة وكانت وراءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فمن هناك وضعتها في السبع ثوات ولم تكتب بينهما سطر بإسم الله الرحمن الرحيم حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان يعني ابن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس بمعنى قال فيه فخبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وختابه وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت تورة النمم هذا معنى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبيع قال قتيبة فيه عن ابن عباس قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لفت بن السرح حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينطرف وما كتب له إلا عشر صلاة تشعها ثمها ثبعها سدسها قمسها ربعها ثلثها نصفها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمر وسمعه من جاجر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في أمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يأم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت يا خلال فقال ما نافقت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا نصلي معك ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب مواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يأمنا فقرأ بثورة البقرة وقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا اقرأ بكذا قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والميل إذا يخشى فذكرنا لعم فقال أراه قد ذكره حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعر أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا القبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذي الحاجة والمساك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعود بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارف حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله في مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا أصليه قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعود به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حولها سلم أو نحو هذا حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيد وأبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف إن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذلحاجع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماذ عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء ابن أبي رباح أن أبا هريرة قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم حدثنا موسدد حدثنا يحيى عن هشان بن أبي عبد الله وحدثنا ابن المسنة حدثنا ابن أبي عبي عن الحجاج وهذا لطبو عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتاد قال ابن المسنة وأبي سلمة ثم اتفقا عن أبي قتاد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعطر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصب قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيا عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبيه لبعض هذا وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العطر وهكذا في صلاة الغداد حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيا عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحج بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخفاب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الظهر والعصف قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال بطراب نفيتك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمر فقال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحبك في الأقريين ولا آل ما اختديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك حدثنا عبد الله بن محمد يعني مفيلي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق النادي عن أبي سعيد الصدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعقر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر ألف لام ميم تنذيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من العقر على قدر الأخرين من الظهر وحذرنا قيامه في الأخرين من العقر على النصف من ذلك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثماك بن حرب عن جازل بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن كما سمع جابر بن ثمرت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يحشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح إنه كان يطيلها حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر بن ثليمان ويزيد بن هارون وهو شيم عن ثليمان الثيني عن أمية عن أبي نجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنذيل السجد قال ابن عيسى لم يذكر مية أحد إلا معتمر حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشف فقلنا لشاب منه سل بن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فخيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث فصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الخمار على الفرس حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشير أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عشبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة فقال يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بكطار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطول ييه قال قلت ما طول الطول ييه قال الأعراف والأخرى الأنعام قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعابيات ونحوها من الثور قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منفوص وهذا أصح حدثنا أحمد بن سعيد السرخفي حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمر بن شعيب عن أبي عن جزه أنه قال ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها الصلاة المكتوبة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف بن مسعود المغرب قرأ قل هو الله أحد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهو أخبرني عمر عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إلى ذنزلة الأرض في الركعتين كلجيهم فلا أدري أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمر بن حريث عن عمر بن حريث قال كأني أسمع طوط النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء فلا أقسم بالخنة الجواري كنة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قفادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يسر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة أنه لا فلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فماذا حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فماذا حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائد مولى هشان بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد فهي خداد فهي خداد غير تماما قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغنز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصين فنقفها لي ونقفها لعبد ولعبد ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حميزني عبد يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبد يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبد يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبد ولعبد ما سأل يقول العبد اهدنا الصراطا تقيم صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبد ولعبد ما سأل حدثنا قصيبة بن سعيد وابن السرح قالا حدثنا سفيان عن الظهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاس لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعبه قال سفيان لمن يصلي وحده حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن اسحاق عن مكفول عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعنكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ حدثنا الربيع بن سليمان الازدي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابو نعيم المؤذن الصلاة وصلى ابو نعيم بالناس واخذل عبادة وانا معه حتى صفتنا خلف ابو نعيم وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ ام القرآن فلما انصرط قل لعبادة سمعتك تقرأ بام القرآن وابو نعيم يجهر قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلم ننصر فأقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون اذا جهرت بالقراءة قال بعضنا انا نصنع ذلك قال فلا وانا اقول ما لي ينادعني القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بأم القرآن حدثنا علي بن سهل الرمدي حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الله ابن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع ابن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصدر بفاتحة الكتاب في كل رفعة سرة قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الامام اذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرة فان لم يسكث اقرأ بها قبل ومعه وبعده لا تترفها على كل حال حدثنا عن نبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالفراء فقال القرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن الفراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالفراءة من الفلوات لنسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رواح حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة ابن زيد عن الزهري على معنى مالك حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المرودي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سنعك بن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سنعك أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها صبت بمعنى إلى قول ما لي أنازع القرآن قال مسدد في حديث قال معمر فانتهى الناس عن انقراءة بما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن السرح في حديث قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس قال أبو داود ورواه عبد الرحمن المؤسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري قال قال الزهري فتعظى المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه بما جهر به صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير العبد أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرار عن عمان بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها قال أبو داود قال أبو الوليد في حديث قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد عن صف للقرآن قال ذا إذا جهر به قال ابن كثير في حديث قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه حدثنا ابن المسنة حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرار عن عمان بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال علمت أن بعضكم قال جنيها حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعراب والأعجم وقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أخوام يقيمونه كما يقام القد يتعجلونه ولا يتأجلونه حدثنا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني عمر وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح من الصدق عن فهل بن سعد الساعد قال قرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترع فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله حدثنا عطنان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن جراح حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكتكيب عن عبد الله بن أبي أوفا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعاقني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا قد ملأ يده من الخير حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع أصبرنا أبو إسحاق يعني عن فزري عن حميد عن الحفن عن جادر بن عبد الله قال كنا نصل التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وتجودا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرأ في الظبر والعطر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قد رقا والذاريات حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن خطين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عطمان حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن زهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلم أن أبا فغيرة كان يكبر في كل صلاة من المسكوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الندين فيفعل ذلك في كل رفعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصره والذي نفي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا محمد بن بشار وابن المثنة قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن حسن بن عمران قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله العبد طلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبدا عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكير قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاطم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع رحبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل رحبتيه حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاد عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا رحبته إلى الأرض قبل أن تقع ففاه قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاطم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحاد وإذا نهض نهض على ركبته واعتمد على فخده حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله ابن حسن عن أبي الدناد عن العرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد وليضع يديه قبل ركبته حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن نابع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي خلافة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صل قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلم إمامهم وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي خلافة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى قين رفع رأسه من السجدة الآخرة حدثنا مسدد حدثنا مشيم عن خالد عن أبي خلافة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وكر من صلاته لم ينهب حتى يستوي قاعدة حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريت أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أو فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرفوع يقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الرفوع قال سفيان لقين الشيخ عبيد أبا حسن بعد فلم يقل فيه بعد الرفوع قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الرفوع حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني حدثنا الوليد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مستر وحدثنا ابن السرح حدثنا بشر بن بكر وحدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية ابن غيث عن قزعة ابن نحي عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منع ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن سمي عن أبي صالح السماء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا بشر بن عمار حدثنا أصباط عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمد ولكن يقولون ربنا لك الحمد حدثنا محمد بن مسعود حدثنا زيد بن الحباب حدثنا كامل أبو العلا حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجددين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزبري عن مولا لأثناء ابنة أبي بكر عن أثناء ابنة أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم تراهة أن يرين من عورات الرجال حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت وحمي عن أنس بن مالك قال ما قليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى تقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى تقول قد أوهم حدثنا موسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قالا حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال ربقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانفراق قريبا من السواق قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين ركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانفراق قريبا من السواق حدثنا حفظ بن عمر النمري حدثنا شعبة عن كليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمع عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني ابن عياب وحدثنا ابن المثنة حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لطب بن المثنة حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال رجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصل كما كان صل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال رجل والذي بعثك بالحق ما أكسن غير هذا فعل مني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن رافعا ثم اربع حتى تعتدل قائمة ثم اتجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاةك ومن تقص من هذا شيء فإنما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي قلحة عن علي بن يحيا ابن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضى فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى فطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمة ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائمة ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تم صلاة حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن صلاة عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغفل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حقيث حمام قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسرخي ثم يكبر فيستوي قاعدة على مقعده ويقيم صلبه فوصفت صلاة هكذا أربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حزثنا وهو بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمه عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن رفاعة بن راكان لهذه الفصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ لأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت تمكن لسجودك فإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبي عن عمي رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك كبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنك وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاة حدثنا عباد بن موسى الختل حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخضرني يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد ابن رافع ابن رقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف هذا الحدي قال فيه فروضأ كما أمرك الله جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فحمد الله وكبره وهلله قال فيه وإن تقص منه شيئا إن تقص من صلاة حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصار عن تمين بن محمود عن عبد الرحمن بن شبين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبب وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعض هذا لصب قتيب حدثنا ذهير بن حرب حدثنا جرير عن عقاء بن السائب عن سال من البراد قال أتينا عقبة بن عمر الأنصارية أبا مسعود قلنا له حدثنا عن خلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على رحبته وجعل أقابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كثيه على الأرض ثم جافى بين مرفقه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأته فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم قل أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فنسبني فانت تبتل فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله قال يونس وأحتبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعد لملايكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أدمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوع ثم تأخذ الأعمال على ذاته حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني صليط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن ذرارة بن أوفى عن تمينا الدار عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الذكاء مثل ذلك ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك حدثنا حص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي عفور قال قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب ابن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين رفبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تطنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش دراعيه على فخذيه وليطبق بين كفه فكأني أنظر إلى اختلاف أطابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الربيع بن نافع أبو ثوبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المباركة عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عميه عن عقبة بن عبد قال لما نزلت ستبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت ستبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليل يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعنى زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمد الثلاثة وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمد الثلاثة قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محكوظة قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية ذهوف فحذنني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا خرادة عن مطر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وذجود ذبور قدوس عبد الملائكة ورورة حدثنا أحمد بن ظالف حدثنا ابن وف حدثنا معاوية بن ظالف عن عمر بن خيس عن عاصم بن حمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف ولا يمر بآية عذاب إلا وقف نتعوه قال ثم ركع بقدر حيانه يقول في ركوعه سبحان بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظم ثم سجد بقدر حيانه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمرانه ثم قرأ سورة سورة حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعث قالا حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبد عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كان يقول الله أكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم ثم استدح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول لرب الحم ثم سجد فكان سجده نحوا من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود كان يقعد بما بين السجدسين نحو المنسجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فصلى اربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة او الانعام شفك شور حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمر بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا اذن وهو اخبرنا عمر يعني ابن حارث عن عمارة بن غزية عن سمين مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح ذهوان يحد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغرب ما يكون العبد من ربه وهو تاجد فاكفر الدعاء حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تشف الستارة والناس خفوف خلف ابي بك فقال يا ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤية الصالحة يراها المسلم او ترى له واني نهيت ان اقرأ راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظم الرب فيه واما السجود اجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتر ان يقول في ركوعه وسجودك تبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهد وحدثنا احمد بن صرح اخبرنا ابن وهد اخبرنا يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن تمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره زاد ابن صرح علانيته وسره حدثنا محمد بن ثليمان الانباري حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الاعراج عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمثت المسجد فاذا هو تاجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اعوذ برضاك من صفرك واعوذ بمعافاكك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اصي ثناء عليك انت كما اثنيت علانا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية حدثنا شعيف عن الزهري عن عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والنماء اللهم اني اعوذ بك من المأسم والمغرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم فقال ان الرجل اذا ألم حدث فكذب ووعد فأخلف حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول اعوذ بالله من النار ويل لأثم النار حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هغيرة قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قمنا معك فقال اعرابي بالصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي إسحاق عن مسلم البطين عن فعيد بن جبيع عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى قال ابو داود قولت وكيع في هذا الحديث ورواه ابو وكيع وشعبك عن ابي إسحا عن تعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفة حدثنا محمد بن المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى ابن ابي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبكى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود قال احمد يعجبني في الفريضة ان يدعو بما في القرآن حدثنا مصدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا سعيد الجريري عن السعديد عن ابيه او عن عمه يقال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في قداته فكان يتمكن في رقوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة حدثنا عبد الملك جمروان الاهوازي حدثنا ابو عامر وابو داود عن ابن ابي ذئب عن اشحاق ابن يزيد الهدلي عن عون ابن عبد الله عن عبد الله ابن مشعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه واذا تجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادناه قال ابو داود هذا محسل عون لم يدرك عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثني اسماعيل بن امية سمعت اعرابيا يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم وتين والزيتون فانتهى الى اثرها اليس الله بأحكم حاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا اؤتم بيوم القيامة فانتهى الى اليس ذلك بقادر على ان يؤدي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله قال اسماعيل ذهبت اعيد اعيد على الرجل الاعراضي وانظر لعله وقال يا ابن افلي اتظن اني لم احفظ لقد حججت ستين حجة ما منها حجة الا وانا اعرق البعير الذي حججت عليه حدثنا احمد ابن غالش وابن غافع قال حدثنا عبدالله ابن ابراهيم ابن عمر ابن كيسان حدثني ابي عن وهب ابن مانوس قال سمعت سعيد ابن جبير يقول سمعت انس ابن مالك يقول ما ظليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في رفوعه عشرة سليحات وفي سجوده عشرة سليحات قال ابو داود قال احمد ابن طالح قلت له ما نوس او ما بوس قال اما عبدالرزاق فيقول ما بوس واما حزبي فما موس وهذا لفظ ابن رافع قال احمد عن سعيد ابن جبير عن انس ابن مالك حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس ان سعيد ابن الحكم حدثهم اخبرنا نافع ابن يزيد حدثني يحيى ابن ابي سليمان عن زيد ابن ابي العتاب وابن المقبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود تسجدوا ولا تعزوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة حدثنا مسدد وسليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت قال حماد امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا حوبا حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا شعبة عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ربما قال امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اراب حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب وجهه وكفاه وركبته وقدمه حدثنا احمد بن حنبل حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن عيوب عن ابن عمر رفعه قال ان اليدين سجدان كما يجد الوجه فاذا وضع احد كم وجهه فليضع يديه واذا رفعه فليرفع هما حدثنا ابن المتنى حدثنا صهوان ابن عيسى حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي سعيد الخضري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية على جهته وعلى ارنبته اثر قين من صلاة صلى بالناس حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبدالرزاق عن مغمر نحوه حدثنا الربيع ابن ناسع ابو ثوبة حدثنا شريك عن الاسحاف قال وصف لنا للبراء ابن عاذب ووضع يديه واعتمد على ركبتين ورفع عجيزته وقال اكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدر حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا شعبة عن اعتدلوا في سجود ولا يسترش احدكم ذراعي افتراس الحل حدثنا قطيبة حدثنا سكيان عن عبيد الله ابن عبدالله عن عميه يزيد ابن الصم عن ملمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف بين يديه حتى لو ان بهمة ارادت ان تمر تحت يديه مر حدثنا عبدالله محمد النفلي حدثنا ذهير حدثنا ابو اسحاق عن السميم الذي يحدث بالتفير عن ابن عباس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلف فرأيت بياض ابطيه وهو مجح قد فرج بين يديه حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا عباد ابن راشد حدثنا الحسن حدثنا احمر ابن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف عبد ابنيه عن جنبيه حتى نأوي له حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن اللي حدثنا ابن وهد حدثنا الليث عن دراج عن ابي حجير عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يكترش يديه حدثنا الليث عن ابن عجدان عن ثمي عن ابي صالح عن ابي هريرة قال اشتشى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب حدثنا هناد ابن السري عن وكيع عن سعيد ابن زياد عن زياد ابن صبيح الحنفي قال صليت الى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتين فلما قال هذا اضطل في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن حدثني عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام حدثنا يزيد يعني ابن هارون اخبرنا حمد يعني ابن سلم عن ثابت عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي خضره ازيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل حدثنا عبد الملك ابن عمر حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن زيد ابن خالق الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحتن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يفكو فيهما حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا زيد ابن حباب حدثنا معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن ابي ابن ادريس الخولاني عن جبير ابن افير الحضرم عن عقبة ابن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يتوضأ فيحسن وضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهم الا وجبت له الكن حدثنا محمد ابن العلاء وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا مروان ابن معاوية عن يحيا الكاهر عن المثور ابن يزيد الاسدي المالكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيا وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا اذكرتنيها وقال سليمان في حديث قال كنت اراها نسخت قال سليمان قال حدثني يحيا ابن كبير الاسدي قال حدثنا المسور ابن يزيد الاسدي المالكي حدثنا يزيد ابن محمد الدمشقي حدثنا هشام ابن اسماعيل حدثنا محمد ابن شعيد اخرنا عبدالله ابن العلاء ابن زبر عن سالم ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلوبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا قال نعم قال ثماما عكت حدثنا عبدالوهاب ابن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الامام في الصلاة قال ابو داود ابو اسحاق لم يسمع من الحارث الا اربعة احاديث ليس هذا من حدثنا احمد بن صالح قال سمعت ابو الاحوث حدثنا في مجلس سعيد ابن المسيب قال قال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتف فاذا التفت انصرف عنه حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوث عن الاشعع يعني ابن سليم عن ابيه عن مصرور عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة وقال انما هو اختلاث يخترسه الشيطان من صلاة العبد حدثنا مؤمل ابن الفضل حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جبهته وعلى ارنبته اررطين من صلاة صلى الله بنا قال ابو علي هذا الحديث لم يقرأه ابو داود في العرض الرابعة حدثنا مسدد حدثنا ابو معاو وحدثنا عثمان ابو شيث حدثنا جرير وهذا حديثه وهو اتم عن الاعمق عن مسيب ابن رافع عن تميم ابن طرف طائب عن جابر ابن ثمرة قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد رأى فيه ناس يصلون رافع ايديهم الى السماء ثم اتفقى فقال لينتهين رجال يشخصون ابطارهم الى السماء قال مسدد في الصلاة او لا ترجع اليهم ابطارهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن فعيد ابن ابي عروبة عن قتاد ان انس ابن مالك حددهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابطارهم في صلاةهم فاشتد قوله في ذلك وقال لينتهين عن ذلك او لتصفن ابطارهم حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزبري عن عروة عن عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيته حدثنا عبيض الله ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن عائشة بهذا الخبر قال واخذ كرديا كان لأبي جهم فقيل يا رسول الله كانت خيرا من الكردي حدثنا الربيع بنافع حدثنا معالية يعني ابن سلام عن ذيب انه سمع ابا سلام قال حدثني السلولي هو ابو كبشة عن سهل ابن الحنغلية قال توذ بالصلاة يعني صلاة طبع جعل رسول الله صلى الله عليه وتلم يطلي وهو ينتفت الى الشعب قال ابو داود وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحر حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن زبير عن عمر ابن سليم عن ابي قسادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجز وضعها واذا قام حملها حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا الليث عن سعيد ابن ابي سعيد عن عمر ابن سليم الزرقي انه سمع ابا قتادة يقول بين نحن في المسجد جيوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت ابي العاف ابن غبيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقة يضعها اذا ركع ويعيجها اذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها حدثنا محمد ابن سلمة المراد حدثنا ابن وه عن مخرمة عن عبي عن عمر ابن سليم الزرقي قال سمعت ابا قتادة الانصارية يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وامامة بنت ابن العاف على عنقه فاذا سجد وضعه قال ابو داود ولم يسمع مخرمة من ابنه الا حديثا واحدا حدثنا يحيى ابن خلف حدثنا عبد الاعلى حدثنا محمد يعني ابن اصحاق عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن عمر ابن سليم الزرقي عن ابي قتاد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن نمتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاة اذ خرج الينا وامامة بنت ابن 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 عنقه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصلاق وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي قال فكبر قال حتى اذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع اخذها فوضعها ثم ركع وتجد حتى اذا فرغ من سجود ثم قام اخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاة صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم ابن ابراهيم اخي ابن ابي كثير عن ضمضم ابن جوز عن ابي هرير اتقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقاب حدثنا احمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظ قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا برد عن عروة بن زبير عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت قال احمد فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاة وذكر ان الباب كان في القبل حدثنا حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاش سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة لشغلا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا عاصم عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذ ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ان الله يحدث من امره ما يشاء وان الله جل وعز ان لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد ان ليس حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد اشارة قال ولا اعلمه الا قال اشارة بأسبوع وهذا لطل حديث قتيبة حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلخ فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اصنعه يقرأ ويومئ برأته فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك فانه لم يمنعني الاكلمك الا اني كنت اصلي حدثنا الحسين ابن عيث القراثاني الدامغاني حدثنا جعفر ابن عون حدثنا هشام ابن سعد حدثنا نافع قال سمعت عبدالله ابن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه قال فجاءتك الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فخش لبلان كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فين كانوا مسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى قوة حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي مالك الاشجع عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرارة لصلاة ولا تسليم قال احمد يعني بما ارى ان لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاة فينطرف وهو فيها شاء حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قراغ رفعه قال لا غرارة لتسليم ولا صلاة قال ابو داود ورواه ابن فضيل على لقب ابن مهدي ولم يرفع حدثنا مستد حدثنا يحيح وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم المعنى عن حجاج الصوى حدثني يحيح ابن ابي كدير عن هلال ابن ابي ميمون عن عطاء ابن يساء عن معاوية ابن الحكم السلامي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وكفل أمياء ما شأنهم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أخاذهم فعرفت أنهم يضمتوني قال عثمان فلما رأيتهم يسكروني لكني سكتوا قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سفني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلامنا هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكفان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يفدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى عنيمات قبل أفد والجوانية إذ اطلعت عليها إطلاعة فإذا الزئب قد ذهب بشاك منها وأنا من بني آدم آسف كما يخسفون لكني سككتها سككة فعظم ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال فجئته بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا قليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها خوفي فرمان الناس بأفصارهم حتى احتملا لذلك فقلت ما لكم تنظرون إليه بأعين شذر قال فسبحوا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم قيل هذا الأعراب فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلم عن حجر أبي العنبس الحضرمي عنوائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته حدثنا حدثنا مخلد بن خالد الشعير حدثنا ابن نمير حدثنا علي بن خالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عم عن وائد بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده حدثنا نصر بن علي أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي فالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من دمه حدثنا آمين حدثنا حدثنا إسحاق إبراهيم بن راهوي أخبرنا وفيع عن سفيان عن عاطم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين حدثنا الوليد بن عطبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن حبيح بن محرز الخنفي حدثني أبو مصبح المقرأي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل طابع على الطحيل قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا خلال بآمين وأبشر وهذا نفظ محمود قال أبو داود المقراء قبيل من خمير باب التصفيق في الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسبيح أتسبيح للرجال والتصفيق لنساء حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن تهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوض ليصلح بينهم وحان في الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالنا فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمض الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأخر أبو بكر حتى سواه صفوة تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لأبن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء قال أبو داود وهذا في الفريق حدثنا عمر بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان قسال بين بني عمر بن عون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم يصلح بينهم بعد الظهر فقال لفلال إن حضرت صلاة العقر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بنا فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصريح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر من الزهي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة حدثنا عبد الله بن تعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إصحاء عن يعقوب بن عصبة بن الأخنة عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح للرجال يعني الصلاة والتصريح للنساء من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة قال أبو داود هذا الحديث وهو حدثنا مصدد حدثنا سفيان عن الظهري عن أبي الأخوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا ينسح الحطار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلم عن معوقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعبا فواحدة تسوية الحطار حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا محمد بن سلم عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابطي حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابطة قل لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لافئة ذات أذنين وبرنس خز أغضر وإذا هو معتمد على عصن في صلاة قلنا بعد أن سلم فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحن اتخذ عمودا في مصلاة يا عصند عليك حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارف بن شبيل عن أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرطم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنجه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بسكوث ونهينا عن الكلام حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا ترجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسة فوضعت يدي على رأتي فقال ما لك يا عبد الله بن عم قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لستك أحد منكم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريد عن عمران بن حضين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريد عن عمران بن حضين قال يا نبي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى دخل في السن كان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة ثانية مثل ذلك قال أبو داود عواه عرقمت بن وقاف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد قال قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحددان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا حدثنا عثمان بن أبي شيب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا كهمة بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في ركعة قال المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا قال حين حظمه حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن عبي عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى فلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسغل القبلة فكبر فرافع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فاسترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخهه اليسرى وحد مرفقه الأيمن فخهه اليمنى غبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والغصة وأشار بالسبابة حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتذني رجلك اليسرى حدثنا ابن معاذ حدثنا عبدالوفاة قال سمعت يحيا قال سمعت قاسم يقول أخبرني عبدالله بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تبجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن يحيا بإسناده مثل قال أبو جاود قال حماد بن زيد عن يحيا أيضا من السنة كما قال جرير حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيا بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سبيان عن زبير بن علي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتسود غفر قدمه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاطم من الطحاق بن مخلد أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر وحدثنا مسدد حدثنا يحيا حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثني محمد بن عمر عن أبي حميد السعيدية قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد السعيدية في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعرض فذكر الحديث قال ويفتح أطابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شرقه الأيسر زاد أحمد قالوا فضقت هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس السنتين كيف جلت حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وف عن ليس عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء أنه كان جالسا مع نحر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قسادة قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر العامري قال كنت في مجلس لهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليوم فإذا كانت الرابع أفضى بولكه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيدم حدثنا الحسر بن الحر حدثنا عيش بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل السعيد أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانقصب على كفيه ورقبته وتدور قدمه وهو جالس فتورك ونقب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض في القيام قام بتكبير ثم رتع الركعتين الأخرين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في تورك والرفع إذا قام منتنتين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمر أخبرني كليف أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعر ومحمد بن مسلم فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام منتنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس ففترش رجله المسرى وأقبل بقدر اليمنى على قبلته حدثنا مستد أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمى حدثني شقيق بن سلم عن عبد الله بن مسعود قال وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به حدثنا سميم بن المنطفر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه قال شريك وحدثنا جامع يعني ابن أبي شداد عن عبد وائل عن عبد الله بنثله قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمنا هن كما يعلمون التشفد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجندنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأقصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أن تتواب الرحيم وجعلنا شاشرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ عرقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشفد في الصلاة فذكر مثل دعاء حديث الأعمى إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاة إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشفد تحيات لله الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال قال ابن عمر زد فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زد فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلاة بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاة قال رجل من القوم قرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى أقل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم قال فلعلك يا حطان أنت قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تكعني بها قال فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير قال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قربنا فعلمنا وبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لتالي نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واتجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول أتحيات الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد قال وأن محمد حدثنا عاصم بن النظر حدثنا المعتمر قال سمعت أبي حدثنا خسابة عن أبي غلاب يحدثه عن حقان ابن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد فإذا قرأ فأنصته وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شريف له قال أبو داود وقوله فأنصته ليس بمحكول لم يجئ به إلا سليمان السيمي في هذا الحديث حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليس عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوو عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول أتحيات المباركات الصلوات طيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني قبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انتضائها فابدأوا قبل تسليم فقولوا التحيات طيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسهم قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمش قال أبو داود دلت هذه الصحبة على أن الحسن سمع من سمرة حدثنا حقص بن عمر حدثنا شعبة عنه حكم عن ابن أبي ليه عن شعب ابن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا شعبة بهذا الحديث قال صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال أبو ذاود رواه زبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهو أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن عمر بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد السعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصار أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا فذكر معنا حديث كعب بن عجرة زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زخير حدثنا محمد بن إسحار حدثنا محمد بن إبراهيم بن حارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمر بهذا الخبر قال قولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد حدثنا موسى بن إسماعي حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريب حدثني محمد بن علي عن المجمع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال أوفى إذا صلى علينا أهل البيت قل يقول اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما طليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيز حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشفد الآخر فليتعود بالله من أربع من عذاب جراء ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماء ومن شر المسيح الدجال حدثنا وهو بن بقية أخبرنا عمر بن يونس اليمامي حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشفد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماء حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر حدثنا عبد الوارد حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأذرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشفد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله أحد الصمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال فقال قد غفر له قد غفر له تلالا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا يونس يعني ابن بخير عن محمد بن إسحاء عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله قال من السنة أن يخف تشفر حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال فأني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلست الصلاة وضع كفه اليمنى على تخيه اليمنى وعبض أطابعه كلها وأشار بأسبوعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على تخيه اليسرى حدثنا محمد بن عبد الرحيم البلداز حدثنا عفتان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامل بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدت الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخيه اليمنى وثاق وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على رقدته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخيه اليمنى وأشار بأسبوعه وأرانا عبد الواحد وأشار السباب حدثنا إبراهيم بن الحسن المسلطي حدثنا حجاج عن ابن جريد عن ذياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن زبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأسبوعه إذا دعا ولا يحركه قال ابن جريد وزاد عمر بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخيه اليسرى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه بهذا الحديث قال لا ينجاوز بطره إشارته وحديث حجاج أتم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن حدثنا عقام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا براعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أسبعه السبابة قد حناها شيئا حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوي ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الخزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ناتا عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال ابن شبوي نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب رفع من السجود وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية سألت نافعا عن رجل يصلي وهو مشفق يديه قال قال ابن عمر للك صلاة المغضوب عليهم حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي وحدثنا محمد بن سلم حدثنا ابن وهو وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافا عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتشأ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة قال هارون بن زيد صاقصا على شخه الأيثر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون حدثنا حقص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرقعتين الأوليين كأنه على رب قال قلت حتى يقوم قال حتى يقوم حدثنا محمد بن كسير أخبرنا سفيان وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائل وحدثنا مسدد حدثنا أبو الأحواء وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال حدثنا عمر بن عبيد التنافسي وحدثنا سميم بن المنتصر أخبرنا إسحاء يعني ابن يوسف عن شريب وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوط عن عبد الله وقال إسرائيل عن أبي الأحوط والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن حماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله قال أبو داود وهذا لص حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسر قال أبو داود ورواه جغير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن حمتة عن عبد الله قال أبو داود شعبك كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرقوعة حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا موسى بن غيث الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علحمة بن واهي عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن نصعر عن عبيد الله بن القطية عن جابر بن سمر فقال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يومي بيده كأنها أذنى بخير شمس إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأطبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو نعيم عن مصعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فقده ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمث عن المسيب بن رافع عن سميم الطائب عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم قال زهير وراه قال في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنى بخير شمس ترجمة نانسي قنقر